جاءنا ورد إلينا هذا الخبر العاجل حيث استقبلها الرئيس التونسي قاسي سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج السيد محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والذي كان مرفوقا بعضوي الجمعية السيدة مونة سعيد والسيد هشام الرباعي وأشار رئيس الدولة إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر به البلاد والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي عبر الخط قدر الإمكان من نسبة أو عبر الحط من نسبة الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية